بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يوم الحد بنعيش مع بعض في بيوتنا وبنعيش مع بعض بعض الأمور اللي بتساعد إذا فكناها وحلناها تساعدنا على إن إحنا نلتقي في سلم الحياة الزوجية نبتدي من التوافق إلى الرضا إلى إن إحنا نوصل لخاية السعادة الزوجية والسعادة الزوجية حقيقة حتى مهما كانت المشكلات حتى لو كانت المشكلة زي المشكلة اللي احنا بنكلم عنها النهاردة مشكلة اللي بنكلم عنها النهاردة بقت في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها مشكلة متكررة ولازم نتكلم عنها ونتكلم عنها بقوة ونتكلم عنها بشكل واضح المشكلة هي إيه؟ أنا بسميها مشكلة البير وساعات المشكلة دي بتبقى ومشكلة جاية من اضطراب نفسي وساعات بتبقى جاية من احتياج حقيقي هي المشكلة هي مشكلة ايه مشكلة الاقتراض المتكرر في البيوت يعني ايه الاقتراض المتكرر في بعض الاحيان بيبقى ومش الاقتراض المتكرر ساعات بيبقى غرق البيوت في الديون لما البيت يغرق في الديون بنشوف ناس كتيرة بتقترض بشكل مستمر ومش بيظهر عليهم مظاهر الارتقاء في المستوى الاجتماعي ولا يظهر عليهم مظهر الغنى هنا بقى لازم نقف ونفرق ما بين اللي بيقترض لظرفه معين بيمر بيه الأسرة وبتتعرف ليه الأسرة واللي بيقترض بدون سبب اللي بيقترض بدون سبب ده هنقف معه شوية هنقف معه شوية ليه لإن احنا بنقف معه شوية لإن احتمال كبير جدا جدا يكون الاقتراض ده حالة من حالات المرضية حالة من حالات البير اللي بيشتكي منها ناس كتير إن واحد كيفه وغيته إن يقترض من اللي رايح واللي جاي وشوفنا زمان كان فيه ناس تشتكي في البيوت إن فيه مبالغ صغيرة بتختفي من البيت باستمرار وما يعرفوش هي بتختفي ليه لكن لما يتسد الباب بقى بتاع اختفاء الفلوس بيضطر الشخص إنه هو يقترض والاقتراض يبقى متكرر وعشان نعرف سبب الاقتراض المتكرر ده هو إيه مشكلتنا مع الاقتراض المتكرر ده مشكلتنا في الظرف اللي احنا فيه ده اللي حضرت النبي نبهنا إليه اللي هو إيه ليس المرء أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق يبقى احنا ده لازم نبحث إذا كان الشخص مثلا لازم فيه حياة نستبعدها هل الشخص المقترد ده اللي في الغالب بيكون هو المسؤول عن الأسرة اللي هو بيبقى الرجل هل الشخص ده مدمن لا مش مدمن على فكرة ممكن يكون الاقتراض المتكرر ده من الرجالة من الأزواج أو من الزوجات هل هو مدمن لا مش مدمن طيب هل بيتعرض للابتزاز لا ما بتعرضش للابتزاز طيب والسؤال بقى إذا كان بيعمل كده طيب هو في دقيقة مالية أو عنده مشكلة في شغل بيغير شغله لا الاحتمال الكبير بعد الاستبعدات دي احتمال كبير يكون فيه اضطراب نفسي طيب هو إذا كان عنده اضطراب نفسي أو في الغالب ما بيعترفش ما بيرضاش يعترف ما بيرضاش يعترف إن فيه اضطراب نفسي فلازم نشوف ايه اللي تسبب في هذه الحالات من حالات الاقتراض المتكر الحالات دي انا بسميها البير بير ليه؟ لان الفلوس بتفضل على فكرة البير ده ممكن يطلع اخوك ممكن يطلع عمك ممكن يطلع حد من الاقارب ياخد فلوس 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 وما ينتهيش والشخص البير ده ايه اللي حاصل اللي بيقترد كتير جدا 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 ما بيستهلكش نفسه بس بيستهلك نفسه اللي حواليه لان ساعتها الاقتراض بيتحول الى ادمان والناس هو يقترد والناس تسدد عنه والبيت يتزنق والبيت يتضرب ولما تيجي تسأله هو متيقن هو متيقن ان هو بيقترد لسبب صحيح وبالتحقيق مع الناس دي اكتشفت ان هم بياخدوا الفلوس ساعات كتيرة عشان يظهروا بمظهر مختلف عن حقيقتهم ممكن يوى على الفكرة يقترد عشان يظهر بمظهر رجل الخير فيقترد الفلوس دي ويروح وزعه على الفقر فياخد فلوس ويوزعه على الناس باعتبار انه بيعمل عمل خير او يديهم للمحتاجين الغريب لما الشخص يستلف مبالغ كبير او ما يظهرش عليه التطور في حياته ولا الغنى والناس تسأله واديت الفلوس فين فيصر على انه صرفها في الوجه الصحيح بتاعه كده زي الاخسرين اعماله الذين ظل صحيحهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعة وهم صر على انه صرف الفلوس في المكان الصحيح ويقولوا انتوا بس اللي مش عارفين حاجة وشفت الناس كتيرة استلفوا واتخذ عليهم وصلاة امانة لدرجة انهم كمان غيروا مكان سكانهم عشان مش عاوزين يقولوا ايه الحكاية ويه الحقيقة ورجالة كتير لما بيلقوا زوجاتهم كده طبعا لما اسألها انا اسف يعني مع الرجالة بتبقى سهلة لما بيلقوا زوجاتهم كده بيطلقوهم لانهم بيلقوا الزوجة بتستلف فلوس كتيرة ومش عارفين بتصرفها فين فالحقيقة في الاحوال الكتيرة في الرجالة فالراجل بيشك في سلوخها بتودي فلوس بين لازم الاسرة اذا ارادت الاسرة بقى ان هي تحل المسألة دي فعنقول شوية تصرفات الاسرة كلها لو كانت عايزة تحل المسألة دي مع الشخص ده لازم ببساطة خالص اول حاجة عشان الشخص ده يروح للدكتور النفسي اذا كانت المسألة دي مسألة وصلت الى الحد المرضي انه هو الفلوس بياخدها من كل الناس من كل الناس كل الناس كل شوية حد يجي خبط على البيت يقول انا انا ليه فلوس انا ليه فلوس انا عندي وصلات انا عندي كذا لازم الاسرة تاخد الشخص ده بالراحة ما توصموش ولا تتكلم عنه كلام سلبي لغاية ما يقبل انه هو يروح يعرض نفسه على طبيب ويتعالج لو ده نوع من انواع الاضطراب النفسي وما نكونش عونا للشيطان على ما تكونش یعاوناً للشيطان على زوجك ما تكونش یعاوناٌ للشيطان على زوجتك ما تكونش یعاوناً للشيطان على أبوكم أو أموكم بس أهم حاجة لما نيجي نتكلم مع شركة الحياة أهم نصيحة ممكن نقدمها له نقدم بقى للزوجة دي الأسر كلها الأولاد كمان لازم يساعدوا في ده و الزوجة لكن لما نقدم النصيحة بقى للزوجة الزوجة بتبقى مشكلتها مشكلة كبيرة جداً جداً لان شركة حياتها كثير الاختراض ايه اللي حاصل هي ما بتقاش عارفة تعمل ايه وبتوصل لأحوال كتير ان هي تصب بالتربات نفسية ليه لانك انت انت متعرفش ان الزوجة لما بتحس ان هي واقعة في فرطة مالية عندها ربط غريب اوي اوي ان هي بتحس ان فيه نوع من انواع الاتاك او نوع من انواع الهجوم على اخلاقه وقيمه ونزاك رسول الله الصالح قال استوصب النساء خيرا قال لينفق من ساعتي لازم ينفق عليها عشان تحس بالامان فنصحت للزوجة ببساطة خالص او للزوج اذا كانت الزوجة هي اللي عندها هذا الاتراب ما تديش فلوس لي خالص مهما حصل وننبه المحيط اللي حواليه ما يدوهش فلوس المحيط اللي حواليه محيط العمل محيط العيلة محيط الاصدقاء ما يدوهش فلوس وهنا لازم نقول لازم نعترف ونقول ان الحل في الوضع ده مش هيكون خالي من الوجع والقلم فالحلول كلها هنا عتمشي بقاعدة ارتكاب اخف الضررين اه ان احنا ننبه على الناس ونقول الكلام ده ممكن يكون في سنة فتح لكن في نفس الوقت بنرتكب اخف الضررين بدل ما المسألة توصل ان الاسرة كلها تتدمر لان هو بيصرف واحنا مش عارفين الفلوس بتروح فين وفي الاخر خالص الاسرة هي اللي بتسدد وممكن نقول التنبيه ده بشكل لطيف مثلا نقول احنا عارفين ان والدنا بيحب فعل الخير بس احنا شايفين ان ده مش واجبنا فلو سمحته محدش تسلفه وخاصة اننا بنقول محدش تسلفه مش محدش تدي له فلوس صدق احنا ما طلبناش اننا ما بنمنعش الناس من اننا تدي له فلوس لا محدش تسلفه والناس بتكون فاهمة على فكرة والرسالة بتوصل ليهم ان فلان ده غير رشيد يبقى كده حاجة واضحة وعشان طيب خاطر الشخص اللي هيعمل السلوك بتاع ارتكاب اخف الضررين ده سواء كان الزوج يعني او الزوجة نفكره بحديث الرسول اللي اللي هيسلم لا ضرر ولا ضرار لا احنا نتضرر ولا الناس تتضرر مع فلوس الناس برضو حرام ان احنا نأذي الناس في فلوسها وعشان كده نقول له ان انت بتعمله ده لانه هو بيبقى موجوع ان هو يروح يقول للناس في الشغل يقول للأصدقاء يقول للعيلة لان هو بيبقى مش بس مستحي هو حاس كمان ان هو بيأزي سمعة والده او بيأزي سمعة وهو بيأزي سمعة زوجته او بيأزي سمعة زوجها او بيأزي سمعة زوجها لذلك اصبحت عندنا من القواعد الفقهية الكبرى نقول لهم كده الدرر يزال ومش بس الدرر يزال لما يقع لكن كمان جزء من ازالة الدرر ان احنا نمنع وقوعه ونحفظ اموال الناس من الضياع ونحن بنحفظ دايما كلمة الحفظ بتشمل تلات حاجات المنع والدفع والرفع فنازم نمنع الوقاية والعناية والرعاية فحنا لازم نمنع فلوس الناس الان يبضيع فالدرر عشان ما يقعش يكون فيه وقاية وعناية ورعاية وفي محيط الأسرة نكمل بقى الإجراءات اللي احنا بنقولها وفي محيط الأسرة ما ينفعش يلتزم بأي بنوت خاصة بالصرف يعني إيه اللي حاصل ما ندلوش فلوس يصف فيها على البيت ما نعملش كده أي حاجة تلزم البيت حد تاني يتولى مسؤوليتها ما يبقاش في إيده أي فلوس طب حضرت النبي هل لي إشارة بتشرنا ده؟ حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسألة وإن الواحد يكتهد إن هو يحصل المال في بعض الأحيين الإنسان من كثرة الاقتراض بينزل نفسه منزلة المتسول بيتحول اقتراضه الكتير إلى تسول ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل كده لما حضرت النبي أشار عليه إن هو يروح عشان يشتغل أكبر ما يسأل الناس قال هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك وبنذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرت النبي أشار وقال ليس للمرء أن يذل نفسه فقالوا كيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يحمل نفسه ما لا يطيق فسواء الإغرق في الديون ده يا سادة سواء الإغرق في الديون ده شكل من أشكال التعب النفسي أو كان شكل من أشكال الإغرق في الديون عدم إدارة الحياة عدم إدارة الأسرة في الملف الاقتصادي إدارة رشيدة الاتنين بيوصلوا النفس الإيه؟ لنفس النتيجة أن البيت ممكن ينهدم ممكن رب الأسرة يتحبس وعشان كده لازم ببساطة نخلي الشخص ده ما يمشيش في دماغه يعني لو الشخص ده في دماغه أنه عايز يخلي أولاده سعداء ويخليهم عندهم حاجات كتيرة ويخليهم سعداء فأنا شفت ناس في لدرجة أننا شفت ناس في مستقى اجتماعي لا يتناسب معاه أنه هو يشتري كل الأردارات اللي هو بيشتريها دي فتلاقي أردار غريب أو يأردار لبس غريب أو أردار أكل غريب ما ينفعش يدخل الحارة دي مش عشان الناس ما ينفعش يأكلوا الأكل ده لا لأن الناس في العادة ما بيتزوقوش ده ولا بيحبوا ده لكن هو عايز يحسسهم بدا وفي ظل الشراء الإلكتروني بيبقى فيه مشكلة لازم ننبع على المحلات أنه هو ما يرسلوش إردارات إلا إذا طلبوا شخص بعينه لأنه هو بيطلب والحاجات دي بتيجي ويبقى عندنا مشكلات وكمان محتاجين يكون فيه تنبيه كمان أو أنه إحنا نسحب منه بطاقة الاقتمان عشان الأسرة ما تريش نفسها مديونة بمئات الألف من الجنيهات وهي ما تعرفش الفلوس دي راحت فين لأن الأمر ممكن يصل في بعض الحالات اللي بتنكر اللي اضطراب ده وبتنكر المرض ده بتتفاقم حالتها إلى أنه إحنا في الحقيقة ما بيبقاش فيه حل غير إقراء قصري أنه إحنا نعزله في المستشفى أو نعالجه أو يبقى موجود في مكان بعيد عن أي اتصال بالناس لأنه بيبقى عنده شرح شديد جداً جداً للفلوس وللاقتراض لازم نقول بشكل واضح وصريح أنه بيخالف هادي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الشخص ده لازم نقوله أنت بتخالف هادي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول وإنت بتضيع من تعول ساعات بيبقى الناس محتاجين إن هما يظهروا بمظهر إن هما كبار وقدرين على فكرة أنت ضيعت أولادك وضيعت أسرتك بلا داعي طيب هل ممكن فيه إجراءات تساعد في ده اه لو الزوجة أو الزوجة أول إجراءة ممكن نعمله أو الزوجة أو الزوجة شافوا استجابة عند الطرف صاحب الحالة دي صاحب المشكلة دي على طول يبدروا الزوج والزوجة ده لما يشوفوا استجابة ليه على طول يبدروا ويبدأوا على طول خطة للعلاج سريعة فلابد يبدأوا بشكل واضح وبشكل سريع خطة العلاج لأنه لو ما حصلش ده لو ما حصلش لما يشوفوا الاستجابة من الطرف الآخر أنهم يساعدوا ويبدادوا معاه خطة العلاج التأخير يكون مسألة خطيرة جدا 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 وعليهم اللي استعانى حتى لو هو ما استجابش عليهم اللي استعانى بالخبراء و بالأطباء ليه؟ عشان يقدروا يستطيعوا أنهم يتعاملوا مع معازل حالة فعليهم اللي استعانى استعانى بإيه بقى؟ عليهم أنهم يستعينوا بالخبراء والأطباء في هذه الحالة بشكل واضح وفي هنا بيبقى مدفوعين بقول يتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأطباء النفسين لو أقروا بأنه عنده اضطراب نفسي يبقى لازم بشكل واضح نصير في مصار العلاج تالت حاجة لازم نشوفها وإحنا نتعامل مع ده وتالت إجراء لازم نعمله إن إحنا في الحقيقة لازم نكون واضحين جدا جدا في كل الإجراءات اللي إحنا نتعامل فيها معازل حالة لأن الإغراق في الديون يا ما هد بيوت ويا ما أزى ناس ويا ما أوجع ناس في قلوبهم وخلاهم حسين إنهما ضيعين آخر إجراء لازم أقوله لكم ولازم تكونوا منتبهين إليه وإحنا بنعمل الكلام ده إن إحنا مش بس نكونوا واضحين مع مرأبتنا لكل الأشخاص اللي عندهم ده ومتبعتهم متابعة دقيقة إن إحنا كمان ننبع على الأولاد إنهم يتعاملوا مع الأب أو الأم بشيء من اللطف والرحمة صحيح فيه رقابة رشيدة بس لازم يكونوا معاهم بلطف ورحمة كمان إذا وصلنا الحالة حالة صعبة ومش قددين نتعامل فيها ممكن نستخدم حاجة اسمها الإبعاد المشروط اللي هو العزل عن البيت حتى يتم العلاج ويعود الشخص ناضج ومتحمل مسؤولية مرة تانية طبعاً بيشك نضطر إن إحنا نتفاوض مع أصحاب الديون في السداد وتقصيد الديون دي لغاية ما نوصل للحالة المرضية أو صحيح لنهاردة كانت الحالة اللي إحنا عرضناها والظرف اللي إحنا عرضناها أمر شويتين تلاتة فيه وجع لكن إحنا نكون لازم نتكلم عنه بس وإحنا نتكلم عنه كمان اللي لازم يبقى عندنا تحذير يا سادة الظرف اللي إحنا فيه مش حله أبداً إن الناس تغرق نفسها في الديون لكن الحل إن الناس تزود من العمل تزود من الإنتاجية تزود من السعي آه هنتعب شوية بس ده أرحم اليوم مرة من زل الدين أرحم من الحجز على الأملاك أرحم اليوم مرة من إن الأولاد يستخبوا والأهل يستخبوا وما يعرفوش هيعملوا إيه ده هو الاتجاه الصحيح أزود أرباحي أزود كسبي وإيه لا أقع تحت زل الدين هو ده الحل ولازم نساعد بعض ولازم نخرج من الأزمة دي لأن الأزمة دي أزمة قاسية كتير من القلوب ما بتقدرش تستحملها يا رب احفظنا واحفظ بيوتنا واحفظ أحبابنا من كل ضيق ومن كل حرج يا رب وجعلنا دايما في مددك ووسع علينا يا ربنا رزقنا وجعلنا دايما في حماك يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسره بنتلقى عليها أسئلتكم ومبركة وبنكون دايما مع بعض دايما مع بعض في مجالس العلم والنور والبركة ونبتدي مع حضراتكم ناخد أول سؤال ومعانا الأستاذة أميرة من الجيزة أستاذة أميرة بخير والحمد لله أسأل حضرك لعمليات الفينيز اللي هي بتاعة الأسنان حرام ولا حلال تاني إيه أنا مالجي فرغوات في أسناني آه لو عملت عملية الفينيز هتبقى حرام يعني هتعمالي غطى للأسنان ولا أعضيفي سنة ولا أتركبي سنة ولا أتعملي إيه هي بتبقى مرد جفافة بتتركي فوق السنة لا ما فيهاش أي حاجة دي ولا أتمنع من صحة الوضوء ولا أي شيء يجوز أن أنت تعمليها وده حلال لأن إحنا لسنا مطالبين في الوضوء النخص لداخل الفينيز عارف أن أنت بتسألي حرام ولا حلال عشان هلا هتأثر في صحة الوضوء ولا مش هتأثر في صحة الوضوء ويجوز أن أنت تعمليها سواء كنت متزوجة أو مش متزوجة لأن في الحقيقة كل ما يتعلق بإعادة المظهر إلى الخلقة المعتدلة ده جائز وليس فيه شيء إن شاء الله أستاذ عبدو يتفضل من الجيزة أهلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته أستاذ عبدو والله كان عندي سؤال سؤال لحزتك صغير وطلب يتفضل كنت بشألك تدهيلي أنا وأولادي بالشفة أدي أول حاجة ربنا إن شاء الله يجمع لكم بين تمام الأجل والعافية ويحفظكم بكل مكبورة سوء كنت لها طلب زغاية بس حاجةك دي واحدة كنت والله أنا يعني شكار بكتفضل حاجة دهيلي زي ما قلت لك كنت بطلب يعني مقابل السادس الله يتعط طيب يا سيدي الطلبات دي يا سادس يعني الطلبات دي فيها ليها منافس ومنافس دي متاح ولازم نسعى إليها ولازم نحافظ عليها وكل الأمور دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يؤثر بيها ويجعلها إن شاء الله في حياة راضية مرضية إن شاء الله يا سادس إحنا لما بيجيونا بنتكلم على مسألة الاقتراض والاقتراض المتكرر ده إحنا في الحقيقة الاقتراض المتكرر ده ما اضطرناش نتكلم عنه غير لملائناء مسألة استفحيلة قوي استفحيلة ليه؟ لما إحنا بنتكلم على مسألة إن الشخص لما يتعامل مع البنوك فالتعامل مع البنوك عن طريق التمويل تمويل لمشروع أو تمويل لشراء سلعة أو تمويل كمان لخدمة ده جائز مش معنى كده إن الناس يسرفوا مسأل في استخدام كريدي كارد يا جماعة لازم ببساطة خالص إن إحنا لما نيجي نتعامل نتعامل على قدر الاحتياج هل الاستعمال ده يمكن أن يكون فيه إسراف؟ نعم ممكن يكون فيه إسراف وعشان كده لازم نخلي بالنا من إن إحنا نقع في هذا الإسراف فيؤدي هذا الإسراف إلى إيه؟ فيؤدي هذا الإسراف إلى إن إحنا نغرق أنفسنا في الديون خلوا بالكم من فكرة الإغراق في الديون دي لأنها فكرة في الحقيقة لازم نعتبرها في حياتنا نعم أستاذة مين؟ أستاذة هاية أستاذة هاية تتفضل أستاذة هاية أستاذة هاية طيب أستاذة هاية تحاول تكلمنا مرة تانية أستاذة شريهان تتفضل؟ ألوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا فندم فضل ونعم الحمد لله هو أنا عندي مشكلة كبيرة جدا أنا وجوزي كنا بنحب بعض من 16 سنة جوزنا بقالنا حوالي 10 سنين دخلت في حياته واحدة منها لله واكتشفت وأنا ساعة الكورونا أنا كنت تعبانة جدا واكتشفت أنه بعد ما خفيت من الكورونا أنه هو خاطب وأنه هو عايز تتجوزها قلمت مومتها بكل احترام لأنه جوزي موظف على قد حلو إحنا غالبة جدا وعيشين الحمد لله كويسين يعني أنه يوسع عليكم إن شاء الله الله يخليك فكلمت مومتها بأدب واحترام أم مش هينفع جوزي يفتح بيت تاني وانا كلت معك وعيش مملح وروحت أيد ميلاد بنت بنت بنتها البنت دي اللي جوزي عارفها مطلقة رفع خلع على جوزة خلعته معالش السؤال الأستاذة شريحة السؤال بالوعتي جوزي طلقني غيابي علشانها بعد ما قلت له خلاص وفقت إن هو يتجوزها فجأت إن هو بعدها على طول طلقني غيابي قعدنا سنة متطلقين ورجعنا بعد ما رجعنا برضو هي فضلت وراه لغاية دلوقتي وراه تفاشيته تاني من بيته بعد ما رجعنا يعني خليته يسيب بيته يسيب البيت معاك ومع الأولاد بالبيت دلوقتي برضو بتتصل بيت تشتمني وتهزأني وتقولي هابل برضو منك السؤال يا أستاذ شريحان السؤال دلوقتي أنا أنا عايزة يعني هم ظلموني هم ظلموني جوزي ظلمني وهي ظلماني وأنا معي بنت وولد سؤالك إيه الحل إيه الحل أنا أعمل إيه أنا نفسي يعني أنا بدأ عليهم ليل ونهار أنا بحزب عليهم بحزب على جوزي طيب أقولي أجاوب على حضرتك وأقولي أنا نفسي ربنا يريحني من لنا فيه هو ظلمني وظلم عيالي أجاوب على حضرتك أستاذ شريحان بسوا أستاذ شريحان أولا أنت بتكلمي وأنت متقبلة أن أنت تبقي زوجة وزوجك متزوجة وتزوج امرأة أخر المسألة لازم تكون واضحة حالتك النفسية دي مش هينفع معها حل فأنت لازم تغيري حالتك النفسية دي أنت بتقابلي زوج بتدعى عليه وعايزة تعيش معاه ما أظنش أن فيه حد عقل في الدنيا يقولك أن أنت كده الدنيا تتحل يعني يكفي بس أن الأولاد يقولوا لأبوهم أن ماما بتدعى عليك ففي الحقيقة يعني أنت لازم يبقى عندك قرار أن أنت هتصلح الحلاقة بينك وبين زوجك طبعا أنا لما أجي أتكلم ده يجي يقول الناس اللي سمعاني دلوقتي أنت عتيجي عليها أنا مش جاي عليها ولا حاجة خالص أنا بحاولي سعيدها هي اللي طلبها هي اللي طلبها المساعدة ما تحاولش أنت عشان أنت تحاول بقدر إمكان تبقى نصير المرأة أو أي حاجة تفسد على واحدة عايش حياتها وعايزة تعيش حياتها فتعمل إيه بقى؟ أنا شايف أن أنت محتاجة ببساطة خالص تقعد مع زوجك قاعدة طويلة وتقول له أنا عايزة نعيش مع بعض حياة حقيقية فتعالى نقول إحنا عايزة مع بعض إزاي؟ بعيدة عن فكرة الزوجة التانية خالص وكأنها مش موجودة ليه طيب؟ لأن طول ما أنت مركزة معاها ومركزة معاه أنه عنده زوجة تانية مش هيحصل أبداً ونكمل إن شاء الله ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم من بركة اللي بتخلينا دايماً في بركة وفي نور وفي مدد من الله سبحانه وتعالى ومعنا لأستاذ محمد أستاذ محمد بخير الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته النعمة نعمة الحمد لله دايماً يا رب دايماً تفضل يا أستاذ محمد حضرتك أنا كنت يعني أنا ما كنتش بصلي بس الحمد لله بايت بصلي بقليه فاطلة دلوقتي نعم بس أنا في حاجة عندي مش يعني أنا مش حافظة اللي هي التحيات فأنا بالتحيات بقرأ ما كانها الفتحة هل يجوز ولا ما يجوز يا شيء طيب لغاية ما لغاية أنا جوز في التحيات جوز الأخير ولا جوز الأول لا هي كلها مش حافظة بصراحة طيب إحنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي ماذا تقول في صلاتك قال أسبح وأحمد وأذكر وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنتك معاز قال حولها ندندن فإذا إذا كنت أنت لغاية ما تحفظ التحيات وتحفظ تحيات وخاصة من أول التشهد لغاية مع الصلاة الإبراهيمية هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم مبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا كما بركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا فعال منك حميد ومجيد الجزء ده تحاول تحفظه يعني النهار ده تحاول تحفظه واستمر في مسألة أن أنت تسبح وتحمد في التشهد الأخير لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتحفظ إن شاء الله طيب لنفترض أن أنت ما عندكش قدر على الحفظ استمر وإن شاء الله صلاتك تكون صحيح يا سيد محمد خلاص خلاص يا سيد محمد طيب تفضل مستاذة فاطمة تفضل السلام عليكم وعليكم مستقام رحمة الله وبركاته سيدة فاطمة تفضلي كنت أعجب في الحضورة بس أننا كان عندنا كتابل في غيارة عفر أراريس يعني اللي ورثة بس ما هو فيه واحد يزرحها وبعد ما بيطلع المحصول بيشيل كل المصاريخ اللي ترافع الأرض وبيسم المباقي بالنصف هل بايد عليه ذكات مال؟ أنت دلوقتي مش أنتوا اللي بتزرعوا الأرض لا هو اللي بيزرع الأرض ولا هو ما أجر منكم الأرض وبيدركم جزء من المال اللي هو بيطلع من الأرض دا كأجرة هي ما كيس عقد ولا حاجة هو بيننا وبينه كده حاضر حاضر أنا بس ألك أنت أنتو اللي بينكم إيه اللي هو بيزرع لكم أنتو الأرض ولا هو بيزرع عليكم وبيدركم نصف الفلوس دي أجرة الأرض دا سؤال مهم لازم نعرفه لا يعني هو بيزرع حالنا وبيدر الباقي اللي بعد ما بيشيل المصاريخ بيسمه بنصف بنا وبينه خلاص يبقى الأرض دا هو بيزرع عليكم وبيبقى الفلوس اللي هو بياخدها دي أجرته جزء من مصاريخ الأرض الفلوس اللي بتطلع بقى اللي فضلة بعد التكلفة دي كلها هيطلع عليها إن شاء الله زكاء إذا بلغت النصاب ويطلع عليها ويطلع على الفلوس دي بالنسبة للأرض دي هيطلع عليها بما أنتو نصف العشر إن شاء الله لأن انتو بتستخدموا فيها الأنات نعم خلاص? مين معنا? أستاذة هاية تتفضل رجع تاني أستاذة هاية تفضلي أستاذة يبدو أني في مشكلة عندها في التليفون لو سمع أيoten دكتور الألو اهلا وسهلا تفضلي حضرتك ازاي حضرتك يا دكتور عمل ايه نعمة وفضل الحمد لله الحمد لله دكتور انا ماني عندها 85 سنة ونفسه كده طبعا هي كتب داومة على الصالة بالتمرار والصيام وكل حاجة فهي الايام دي جالها بداية زايمر يعني بتنسع فانا دايما بحاول افكرها طبعا بالصالة وكده فالاسف لما بتوعب بالصالة احيانا بتلغبط في الصالة فانا لما راجي بقول لها او بس بتزعل وقت غضب وهي المفروض نفسيا ما تبقى يزعلانا او غضبانا وحيانا حتى قولي تقولي انا مش ادرقهم فانا بسأل حضرتك هل هي في الظروفها الصحية دي عليها مثلا مع زنب لا يكلف الله نفسا الا وسعى انت لما تيجي تزكريها ولما تيجي تسعديها بالمقدار اللي هي تستطيعه فهي ازا كانت بتوصل لحد ان هي تضطرب نفسيا فالاضطراب النفس دا يؤثر عليها انت زكريها بالهدوء والافضل طريقة للتذكير ان انت تعملي اللي انت بتعمليه دا قدامها ما توجلهاش كلام لان هي لما بتوجه لها كلام هي بتحس ان هي وكأنك انت بتبيني ضيقك منها وزعلك منها انا عارف انا عارف عشان كده بقول لحضرتك انت حاولي لما تيجي تذكريها لو انت عايز تذكريها تذكريها بما يسمى التمثيل ان انت تعملي الكلام دا قدامها كأنك انت بتعمليه وهو ذات الطريقة المثلة والطريقة الصحيحة ان انت ممكن تعمليها معها لكن ما تعمليش ايه ما تحوليش بقدر الامكان ان انت تعملي ايه ان انت تحولي بقدر الامكان ان انت تضغط عليها ممنوع ان انت تضغط عليها بأي حال من الاحوال لان هي دلوقتي مريضة وعندها رخصة بان هي يتعامل معها بهذه المعاملة التي مليئة باللطف واللطاف خلاص لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى خلاص واضح يا ستة هيا فأعمل كده أستاذ أم أحمد من أسوان تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي نعم وفضل الحمد لله نعم تعمل حضرتك والله على طول ربنا يحفظكم ويزيتكم بخير أهل أسوان أحبابنا والله يفضليك أنا والله العظيم مشكلتين مجاوزة لها 20 سنة طيب أقول لحضرك حاجة حاجة محمد ممكن بس حضركت تتكرمي علي وتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون ماشي ماشي يا الله تفضلي يلا تفضلي أنا متوز والله بدأ لها 20 سنة نعم وبعد كده حصلت مشكلة واخدني من الأولاد وطلقني طيب يعني خدي الأولاد منك وطلقك أه وبعدين وانا عظر أجعل الأولاد كده سعرف أعمله كويس سبب الطلاق كان إيه مشكلة يعني بسيطة طلقة يعني غلطتها بس بس أنت استهل في الطلاق يعني يعني أنت غلطت فيه فهو تعصب فطلقك أه طبع سألك سؤال كده بيني وبينك بس أنا بيني مشكلة بينه وبين إخوات يعني ممكن تكون سبب طيب يعني أنت بتقول النواة لك كلك ولا لا ممكن أه طيب يبقى احنا محتاجين حد يتدخل حد كبير يتدخل تدخل والله كثير والله طيب استني بس أعدي بالك بس معاصلية المسألة بدل فيها تلككة يبقى هو دلوقتي الحالة دي على كيفه يعني هو مبسوط بيها يعني دلوقتي بنكلم عن حد طلق حد وإحنا عايزين نرجع الحد ده لحد ده فيبقى الحل هو الوساط هتعلمنا ده من إيه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل كده مع مغيث هو اتطلق خلاص انفصل عن بريرة تم تفريقه عن بريرة لأنها خلاص بريرة بقت حرة فتم تفريقه فإيه اللي حاصل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم راح توسط لها فالحل في الحالة بتاعتنا دي التوسط إنه يجي حد كبير ليه تأثير عليه ويتوسط عنده ده الحل الأثير ده أفضل حل لكن انت مش هينفع إن انت تروحي تتزللي ده مش هو ده الطريقة الصحيحة لكن الطريقة الصحيحة إن انت تعملي إيه تشوفي حد لو تأثير عليه يكلمه لكي يجمع شمل الأسر وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك وده يحصل ويحصل كل خير إن شاء الله يا سادة هتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا ونصحنا الناس فيها خلوا بالكم بلاش الاستدانة الكثيرة الاستدانة الكثيرة تفضي إلى المهانة وكلما الإنسان وسع رزقه وكتر كسبه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يباركله وان شاء الله يبارك لكم ويوسع عليكم أرزقكم وان شاء الله يجعلنا كلنا في سعة وفي بركة وفي نور وفي فضل يا رب نسألك مددك ونسألك رزقك ونسألك بركتك اجعل بيوتنا في أمانك واجعل بيوتنا محل نظرك فاملأها يا مولانا بالمدد والبركة والسعة يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين